اشتركوا في القناة 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 سواء كانت فرنسا او الولايات المتحدة الامريكية بيقولوا لأ دخلنا في الموجة التانية لان الحالات قل شوية العدد بتاعها وبعدين رجعت زادت تاني بكمية كبيرة ورجع الناس تاني تبتدي في فرنسا تغلق بعض الشوارع وتاخد حزرها تاني بنفس الطريقة وكذلك بعض الدول التانية هولندا وانجلترا والكلام ده الحقيقة بالزبط الحقيقة كلها نظريات وسيريز وكلها دراسات حكاية ان احنا حصل تحور في الفيروس لا طبعا الفيروس مش هيتحور قبل عشر سنين عشان يتحور الفيروس ويبقى شكل تاني او طريقة تانية لا مش هيتحور قبل عشر سنين ولكن اللي بنشوفه في اختلاف الحالات واختلاف السيبيريتي او الخطورة من حالة للتانية ده بيرجع لجهاز المناعي بتاع الشخص نفسه طب احنا داخلين دلوقتي على الشتة وبيبقى فيه نزلات برد كتير واطفالنا بتتعب كتير طب افرق ازاي ما بين نزلة البرد العادية وما بين اعراض كورونا هو طبعا بيبقى صعب جدا التفرير لان اعراض متشابهة جدا لكن الفكرة في ان نزلة البرد ممكن تبتدي جديدة شوية وبتبتدي تقل مع الوقت لو ان حتى لو ان حد عنده جاله نزلة برد احنا بنرجوه يلزم البيت بنرجوه يلجأ لقرب طبيب ليه يستشيره يعمل التحاليل العادية اللي هي بتاعة الكورونا اللي هي البسيطة دي اللي هي معروفة على مستوى الناس على الاقل عد قرات الدم البيضة على الاقل بس يتأكد انها مش كورونا وكمان بنلجأ بنترجى الناس انهم يغدوا اللقاح الالفنونزا اللي موجود دلوقتي على اساس الى حد كبير او يمنحهم جزء من المناعة طب والمدارس دلوقتي وموسم المدارس والاطفال دلوقتي وغالبيت الاباء يعني والامهات بيبقوا لان على اولادهم طب اكيد فيه ادوية او اكل معين بيزود المناعة عندهم ممكن حضرتك توضح لنا الاكل او الادوية المعين اللي بتزود المناعة للاطفال طبعا الاغذية اللي بتزود المناعة هي الاغذية السليمة اللي احنا بنعملها في البيت الخالية من الزيوت المهدرجة ما هياش الوجبات الجهزة السريعة اللي بديتجاب من المحلات اللي احنا عارفينها طبعا يعني احنا شفنا قد امريكا اكتر ناس اتضرت وعلى ذلك الوجبات السهلة السريعة دي غلط خالص مهم جدا ان احنا الامهات تبتدي تهتم بلانش بوكس بتاع اولادها تبتدي تلونه لهم بالخضروات المختلفة تبتدي تلونه لهم تديهم صمرة فكهة على القل يوميا معاهم تبتدي تراعي قواعد النظافة السليمة في لانش بوكس بتاعهم عبارة عن اننا دايما افرشوا بحاجة زي ورقة زبدة او حاجة بحيث ان انا ما حطش الاكل مباشرة على لانش بوكس عشان الميكروبات من وقت للتاني بتترصب على يعني بقايا الاكل حتى لو اتغسلت ما تنضفش مباشرة فاحيانا بيقتي شوية ميكروبات بسيطة احنا بش بنشوفها بالعين المجردة ولكنها بتبقى موجودة كمان لما تتغسل تتنشف كويس قوي لان برضو المية احيانا تعمل نوع من انواع العفورة في الحاجات اللي زي كده والعصائر تعريبا انا دكتورة برضو في عصائر اللي هي بتزود المناعة اكتر عند الاطفال يعني الامهات المفروض ان هي تدي ولادها لو هم في المدارس او كده تجنبا لاي حد يشتري اي حاجة من برا نصائح طبعا لا يعني الاولا حاجة لازم مهم جدا احنا الناس هو على فكرة بس حركة صوتك بشو واضح قوي بالنسبالي يعني اتمنى بس الصوت يوضح سنة عشان حاسة ان الصوت بخار في الشوية الاعداد سمعنا طيب جوة تمام ماشي ايوة تسمعني كده كويس يا دكتورة اه كده اه بس اوبعيد شوية صوتك بصي حدثك طبعا مهم جدا الاطفال تنام على الاقل ست لتمن ساعات اقل حاجة ان ما كانش عشر ساعات لازم انهم يكون قبل السنة 11 اه لازم طبعا الموبايلات وقبل ما ينام يبقى القوضة مفهاش موبايل مفهاش نور مفهاش صوت عشان خاطر يبتدي الجروس هرمون بتاع الاطفال يطلع في معايده الصح اه مهم جدا بالنسبالنا الرياضة ولو المشي البسيط لمدة نص ساعة مهم جدا تهوية الغرف بتاعة الاطفال بتاعتنا وان يدخلها الشمس مش حكاية انا قاعد تكييف او مروحة او بس وبعتمد على كده لأ مهم جدا جدا الشمس نص ساعة يوميا عشان بيتانين دال اللي بيساعدنا على حاجات بتير قوي تقاوم تقاوم مقاومة الامراض بيساعدنا على مقاومة الالتهابات بيساعدنا على عظم كويس وسليم لأولادنا طب هل مثلا في احتياطات الام تاخدها لو لحظت اي اعراض سواء كانت مثلا نزلت بردة عادية او اي اعراض ظهرت على الطفل سخونة في الوانزة رشح اي حاجة من دي هل في احتياطات بتاخدها الام عشان تتجنب ان هي تدخل في المضاعفات ايوة طبعا للطفل يلزم البيت دي اول حاجة تاني حاجة تبعده عن اخواته يبقى له الفوتة بتاعته الخاصة بيه تبقى له قطه اللي هو الخاصة بيه ملايته سريره الحاجات دي كلها مايجيش تحت اخواته دي دي امرة واحد. تاني حاجة ان درجة الحرارة تخل باستمرار. تحاول تخفض درجة الحرارة بالكمدات الكمدات اللي هي الميا بخلى مهم جدا. ما تديش خافض حرارة قبل درجة حرارة يعني عن درجة حرارة تمامية وتبدي تدي خفض الحرارة. تبدي تحاول او حاجة زي كده تاخد له معامل يعني تاخد له على الاقل صورة الدم بتاعته. تاخد له التحاليل اللي هي المحركات في شوية تحليل كده معروفة. آآ بتبقى من الو? الو? حضرتك معنا يا دكتورة? حضرتك معنا الخط يا دكتورة ولا فصلت? هنعود الاتصال بالدكتورة النهلة تانية مرة تانية ان شاء الله بس احنا دلوقتي هنتكلم الدكتورة النهلة النباهتنا الحاجة مهمة دلوقتي الامهات الانة بسبب دخول المدارس والاعراض طبعا بتاعة الفلونزة والشتعة علينا دلوقتي وكل شوية نزلات البرد الخاصة بالاطفال هنحاول ان احنا نتجنب الحاجة دي بان احنا نحاول نجيب الاكل الاكل السليم لولادنا ونحاول ان احنا نعمل اكل في البيت بلاش الاكل البرة ده خالص وياريت ان احنا العصائر بلاش العصائر نشتري حاجة منبرة خلينا في العصائر اللي في البيت نعمله برتقان نعمله جوافة نعمله اي حاجة من هي بتزود المناعة معينا الدكتورة مرة تانية ندي البرتقان وندي الجوافة بس نديها في صورة سمرة فكة احسن من العصائر يعني يعني الفايدة هنا اكتر? اه طبعا الفايدة اكتر انت بتسفيدي الالياف كمان بتاعة الفاكهة بتاعتك. الالياف دي حاجة كويسة قوي قوي وبتغضي الفايدة كاملة بمضادات الاكسادة والفاكهة لو انا ما بحبش حاجات مثلا الام زيادة في الخدمة او حد بيقدم لك حاجة زيادة في الخدمة يقطعها لك ويديها لك. لا احنا كده بنكسر فيتامين سي. احنا لما الحاجات بيتتقطع وبتتعرض للضوء ضوء الشمس بالزيت. فيتامين سي بيتكسر. لكن لما انا باخد الحاجة على بعضها للمؤشر البرتقانة مثلا اخدها مرة واحدة وما سبهاش لمد يعني ثلاث دقايق ممكن تضيع ويتامين سي منها. طب خلينا دكتورا نتكلم بشكل عام كده على الاكل خاصة يعني احنا نتكلم على الاطفال الكبار بس عايزين الاكل اللي هو المناسب اللي بيزود المناعة عند اللي هم كبار السن والشباب بشكل عام وبعدين نتكلم على الاطفال. حاضر. آآ بصي الاكل اللي بيزود المناعة هناخدهم حاجة حاجة كده نقول له الطوم البصل مسلا. ده ما بيستغناش منه اي بيت. آآ ده التوم مضاد دحاوي طبيعي. لو ان احنا مش هنقدر يعني عارف حاجة بتفعصي الفص التوم كده ويتبلع. لازم يتهرس. ما ينفعش احطه على الصلاة اللي قطعته على الصلاة اللي انا باخد طعم بس مش باخد الفايدة بتاعه. آآ. البصل نفس الحكاية. آآ بيقتل الجرسيم وبيقتل الددان. وآآ منتهى الجمال. عندي الفلفل الوان. آآ فيتامين سي جميل جدا جدا. ومضادات اكسادة هائلة. وفيتامين اي. عندي الجذر فيتامين اي وفيتامين سي. آآ عندي كمان حضراتك بالنسبة للاطفال ممكن يشربوا اللبن الرايب. ممكن ناخد الزبادي. آآ برضو من الحاجات الممتازة جدا. آآ ممكن بالنسبة للمشروبات آآ العادية بتاعتنا ممكن نبتدي نحط لهم مشروبات اللي هي زي القرفة. الجنزبيل. الحاجات اللي هي الجميلة بتاعتنا دي النعناع. كل دي حاجات آآ ممتازة وويسة جدا. او احسن. لا اخد نجيب الكاكاو الخام. مش الكاكاو اللي هو عليه السكر. عشان منفقدش فايدة الكاكاو. طب بالنسبة لكبار السن لانهما بيبوا اكتر عرضة لاصابة بال بالفيروس. هل في اكل معين بيزود المناع معاهم? آآ بصي هقول لحضرتك آآ بالنسبة لكبار السن. احنا بس نقول مش اولا اكتوار السن. مش بس قالت انهم عرضة للفيروس. هو الفكرة في ان الفيروس آآ معظم يعني في حالات احنا فيه ناس بنقول عليها ريس كبيب. وللهم الناس اللي عندها ضغط. الناس اللي عندها سكر. الناس اللي عندها القلب. من ضمن هم كبار السن. الناس اللي بتعالج بالعلاج الكيميائي دول بنسميهم ناس عندهم قبلية او اكتر من غيرهم عرضة للموضوع ده. بس ارجع اقول لك تاني ان عمر الاجهزة بتاعة الجسم. مزاي العمر بتاعك بتاع البطاقة. بمعنى ممكن يبع عندي الشاب عنده تلاتين سنة. ولكنه اجهزته كبيرة. المناعية ضعيفة. بالزبط. بالزبط. فده طبعا هيبقونه اكثر عرضة. فعشان مطلقا كده نقول ان كبار السنة اكثر عرضة لأ. هي في ناس عرضة عن الناس التانية. بالنتيجة العاداتها الصحية الغزائية الغلط. نتيجة النومها. قلب الرزم بتاع النوم. من من بالليل للصبح دي اسوأ. حاجة ممكن تحصل. ما بيحصل. يعني الجسم ما بيرتحش. ما بياخدش الهدنة بتاعته. آآ نتيجة للوجبات اللي هي اللي احنا بناخدها مش مزبوطة. آآ كبار السنة طبعا يلجأه طب دائما للحاجات الخفيفة. سهلة الهضم السريعة. يعني دايما بقفته فواكه يقدر واحدة. يعني دايما انا احط في التلاجة بتاعتي. مش احط المقرمشات او احط الحاجات اللي هي. اخلي ثواتي تزيجة. احط فاكهة. نعم. اخلي في فاكهة دايما تزيجة في التلاجة يعني. بالزعبط. وما قطع هاش. تبقى زي ما هي سليمة. احط الخضروات نفس الحكاية. عندي الخيار. عندي الطماطب. عندي بقدونس من الحاجات الجميلة او المضادة للدهون. آآ اهم حاجة اراعي على قد ما قدر بيبقاش في دهون كتير. ولو موجودة تبقى دهون صحية. سواء زيت زيتون بسيط قوي. وعلى فتاة زيت زيتون فيه سعرات حرارية وسعرات عالية. يعني معلقة زيت زيت زيتون زي نص الغيف. مش انا اقول زيت زيتون صحي يبقى نحط كمية كبيرة. لا خالص. آآ بكمية بسيطة جدا يعني يبقى عامل مثلا معلقة صغيرة زيت زيتون على اكله. وتبقى محسوبة او كدع الزبدة بسيطة. يا ده يا ده. طب بما اني حضرتك استشارة اغذية طبعا. هل السمنة او النحافة بتكون مثلا السمنة او زيادة الوزن بتكون برضو عرضة اكتر للفيروس? طبعا. الناس اللي بتبقى عندها دهون حوالين البطن بتبقى عرضة جدا جدا. بتبقى منعيتها اقل في كل حاجة. اولا بنلاقي نتيجة لانه اصلا حركته بتبقى اقل من حد عادي فالدورة الدموية بتاعته السليمة اللي هي بتاخد الجهاز المناعة السليم بتبقى مش كويسة. آآ طبعا نتيجة لانه برضو بيبقى هو التخن ده نتيجة لعادات سيئة وزيوت مهدرجة واجبات جهزة. فتبقى مترصبة على الشرايين بتاعته الدهون. آآ. كل دي حاجات كل دي حاجات طبعا بتساهم في نقص المناعة بتاعته. طيب بما احنا اتكلمنا على الاكل واللي بيزود المناعة. اكيد طبعا فيه ادوية حضرتك بتزود المناعة. انا ما بحبش انا ما بفضلش ان احنا ناخد دواء من غير ما يكون لي لازمة من غير امر الدكتور. انا افضل ان نرجع للطبيعة العادية بتاعتنا والاكل بتاعنا العادي. احنا بسم الله مشوالله بلد زراعي. يعني احنا ممكن نلاقي في طبق الصلطة بتاعنا ده. احسن دواء واحسن غزاء. اه شرب الميا على فكرة من الحاجات اللي بينساها كبار السن يا حكي سألتيني على كبار السن. اه. شرب الميا الناس اللي احيانا اللي هو اه الجهاز بتاع الشرب يعني فيه عنده مركز للشبع ومركز للعطش. لما العمر بيجبر اه مركز العطش ده احيانا ما بيبقاش مزبوط قوي. فما بيجلوش الاشارة ان هو عايز يشرب. طب فيه مكملات غزائية فيها ضرر مكملات غزائية مسلا ولا بتبقى بترفع المناعة ولا ايه? انا في رأيي ان انا ما هديش مكملات غزائية قدي الاكل العادي بتاعنا بيأكلوا بصورة صح. يعني انا لو باكل الاكل بتاعي بصورة صح مش بحتاجة مكملات غزائية. الا ازا عنده حالة مرضية. يعني عنده حالة مرضية استدائية. يعني عمل تحليل وليه نقص فيتامين دال. فبيبتدي ياخد فيتامين دال مثلا بطريقة معينة بجرعات معينة وبتدي يتنظم عشان يوصل للليمت بتاعه الصح اللي مطلوب. ده بناءا على امر الدكتور. انما مش انا ااخد لوحدي او من غير محل الاخر. طيب انا عايز اسأل حضرتك سؤال. بتبين سين للحاجات الحلوة برضو جدا بس برضو ما نصحش اتخذ عمالة على بطار. طيب انا عايز اسأل حضرتك سؤال. هو بالنسبة دلوقتي موسم المدارس وكده. ده. في باشوفها اطفال رايحة بكمامات. هل دي صح ولا غلط? لا طبعا الكمامة ممتازة جدا بس طبعا راعي ان احنا ما ما تبقاش بسلا واحد يسلف زميله الكمامة. كل واحد حاجته معاه. دي اول حاجة. تاني حاجة اه لو هجيب الكمامة فيه كمامات بتتباع بمواصفات معقولة. ممكن تكفيكي شهر ما فيش مشكلة. انا بكلم على سن. اه. انا بكلم على سن الطفل نفسه. ما فيش مشكلة. لا. يعني مش قطر على الاتفار. اذا لو كان الطفل نفسه بيعاني اي مشكلة في التنفس. لا. في حالة زي كده بيلجأ للطبيب بتاعه المختص. فيما عادة زلك لا يلبس الكمامة ما فيش مشكلة. بس اثناء الحصة التربية الرياضية او ان هو بيمارس رياضة. لا طبعا ما يلبس الكمامة. بس يرعي التابعه. احنا عايزين حضرتك اه تقدم نصايح للمشاهدين معانا بخصوص الموجة التانية والاحتياطات المفروض ياخدوها. طبعا انا اهم اهم حاجة الكمامة. ونحرص على نظفتها. اهم اهم حاجة يبقى معانا صابونا في الشنطة بتاعتنا. انا مش هقول مطهر غالي. اهم حاجة شرب الميا. اهم حاجة نبعد عن الوجبات السريعة. اهم حاجة نبعد عن الحاجات اللي زيوت المهدرجة اللي ما زلنا هنقول ونزيد ونعيد فيها. اه. لا يا ربي احنا طبعا الفول بتاعنا اللي عليه سلطة بتاعت زمان ده احسن حاجة في الدنيا. وآآ بيدي مناعة في منتهى الجمال. آآ عندنا الحاجات ممتازة جدا. عندنا الحمص. عندنا السمسم. عندنا الفول السوداني. كل دي من الحاجات اسعارها بسيطة. وممكن تدي مناعة كويسة قوي. عندنا الجوافة. عندنا الفلفل الوان. مش هقول الفلفل الوان جايز يكون غالي. الفلفل اللغدر العادي. ما فيش مشكلة طالص. الطماطم. الجزر. بشكر حضراتي كفاندي مع المداخلة الجميلة دي. وان شاء الله لنا لقاء قريب ان شاء الله ع الشاشر. ونروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مع الفكرة التانية. اشتركوا في القناة